وقع سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التنمية الزراعية مع معالي السيدة مريم بن تسعيد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال لقاء بتقنية الاتصال المرئية ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الحالية للتعديل على مذكرة تفاهم سابقة في ذات المجال تم توقيعها في الخامس من فبراير 2020 في العاصمة المنامة وأشار الوزير لمبارك إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة بين الجانبين تهدف إلى دعم عدد من المبادرات الزراعية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بشأن البرامج المرتبطة بالزراعة والتشجير وتبادل الخبرات في مجال الدراسات السمكية والاستزراع السمكي وفي مجال الأحياء المائية واستزراعها كما أضيفت إلى مذكرة التفاهم السابقة مادتين جديدتين تتعلق المادة الأولى بتعزيز التعاون بين الطرفين في المساهمة لدعم برامج تنمية البيئة البحرية وتعزيز المخزون السمكي من خلال نشر الغطاء النباتي ودعم مبادرات زراعة نبات القرم وتتعلق المادة الثانية بتعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي للأسماك لدى الطرفين من خلال دراسة التنسيق بشأن إعداد آلية لشركات الأسماك المسجلة لدى الطرفين لتسويق منتجاتها من الأسماك في الأسواق المحلية بالبلدين ترجمة نانسي قنقر